اهمية ترسيخ خدمات مواقع التواصل الاجتماعي للجهات الحكومية هو الموضوع الرئيس للقمة الخليجية للتواصل الاجتماعي في دورتها الرابعة التي انطلقت اليوم في دبي القمة تستقطب رؤساء قطاعات خاصة وحكومية خليجية واجنبية وتعرض ورشة اعمال تسعى لاستعراض ابرز انجازات الجهات الحكومية عبر استخدام التطبيقات والبرامج الذكية شعار القمة هذا العام تسخير شبكات التواصل لدفع الابتكار الحكومي وتطوير المدن الذكية اهمية القمة تأتي في اطار ابراز دول الخليج على رأس لوائح اكثر مستخدمي مواقع التواصل نشاطا ونموا في العالم ومن بين احدث الجهات الحكومية الاماراتية التي تحاول تعزيز انتشارها عبر مواقع التواصل نتحدث عن وكالة الامارات للفضاء التي انشأت حديثا وكنا تحدثنا ايضا مع الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في وكالة الامارات للفضاء من مقر القمة في دبي عن استراتيجية الوكالة للتنافس والابتكار على مواقع التواصل الاجتماعي كما قلنا سابقا فان وكالة الامارات للفضاء وكالة حديثة النشأة ودخولنا وولوجنا في مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمنا للمنصات كان حديثا بس غيرنا مفهوم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من حيث ان جعلنا التواصل هذا تفاعلي جدا فليس مجرد لنشر المعلومات ولكن نتفاعل مع الجمهور خصصنا ايام معينة لنشر المعلومات فعنا يوم مخصص للاطفال فننشر فيه معلومات خاصة للطفل لزيادة الوعي عن اهمية قطاع الفضاء عندنا يوم مخصص للتوظيف فننشر الشواغر الموجودة عندنا في المؤسسة ايضا وعندنا يوم لمشاركة الجمهور اسئلة معينة ونشر ثقافة معلومات الفضاء ولنا ايضا يوم مخصص ايضا مجرد للصور فاعتقد احنا غيرنا المفهوم والاستخدام التواصل الاجتماعي وبالنسبة للمتابعين المتابعين في تزايد انا متأكدة ان مع الشهر القادمة بيزيدون المتابعين ولكن نرجع اقول ترى المتابعة ليست بالكم ولكن بالجودة من دبي سأرحب بالمدير الاقليمي لشركة ميلت ووتر الزبير كيمول وهي ايضا احدى الشركات الاجنبية التي تشارك في هذه القمة الزبير تقول لنا بان الشركة الخاصة بك هي تقدم خدمات للحكومات لمحاولة الرصد نشاطهم على مواقع التواصل ما الفائدة اصلا من هذه الخدمة؟ نعم اعتقد انه من اهم الوظائف التي تقوم بها الحكومة هي التفاعل والتواصل مع الجمهور والناس واعتقد ان القمة في اليوم كانت بالغة الاهمية من اجل تفسير هذه الخدمات وفهم كيف يمكن ايصال هذه الرسائل المتعلقة بهذه الوكلات هنا عقدنا محادثات مثيرة للاهتمام بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغض النظر عن المنصات بحد ذاتها وكيف يمكن الترويج للعلامات التجارية نسمع كثيرا عن فكرة المدن الذكية ممكن ان تعطينا مثلا امثلة ما هي ابرز الامثلة او ربما مثال عن نجاح مدينة ذكية نعم اعتقد ان المدن الذكية هي فرصة او يمكن ان تستفيد ايضا من البيانات وتدمجها مع التكنولوجيا والابتكار وما لدينا في ابو ظبي فيما يتعلق بخلق بنية تحتية في مدينة تقوم على الطاقة المتجددة والموارد المتجددة وجمع ذلك مع الطاقة النظيفة والخضراء والسماح للناس بالوصول الى التكنولوجيا والابتكار في ان هذا بحد ذاته يسلط الضوء على ما يمكن تحقيقه في هذا السياق وما هو ايضا مثير لاهتمام بوجودنا في دول الخليج وهنا في دبي هو شغف الناس تجاه التكنولوجيا والقمة هنا تعتبر فرصة من اجل التعاون مع بعضنا البعض ودفع قدما بهذه الاجندة في دولة الامارات وعلى الصعيد العالمي ايضا نسمع ايضا من متحدثين في القمة اجانب يتفاجأون عن تقدم بعض الدول الخليجية في هذا المجال اود ان اعرف منك انت كيف ترى استخدام او تسخير طاقات مواقع التواصل في الخليج بشكل عام نعم ما يعتبر مهما ومن بين الامور المغلوطة والمعلومات المغلوطة هو ان وسائل التواصل الاجتماعي غير منتشرة على نطاق واسع في هذا الجزء من العالم وهذا خطأ دول الخليج متقدمة جدا على هذا الصعيد هناك فئة عمرية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بين عمر 21 عاما و30 عاما بشكل كبير وهناك ايضا تطور على صعيد السياسات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي وهناك ايضا نقطة مهمة جدا طريقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من اجل تحقيق تغيير ايجابي واعتقد ان هذا مشجع في دول الخليج ولسيما دولة الامارات اذا منظرنا الى التفاعل بين الوكالات الحكومية والمواطنين والسكان يمكننا ان نرى ان هذا التفاعل اعلى ربما من اي مكان اخر وحتى الولايات المتحدة الامريكية وهذا يعني انه اليوم يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من اجل اعداد السياسات من اجل ايضا تمكين الفئة الشابة وايضا من اجل التفاعل واعتقد ان ما يثير لي الاهتمام ايضا هو كيف ان شرطة دبي الان تستخدم هاشتاج السعادة الذي يعتبر مهما جدا هناك 15 شخص في اي وكالة حكومية يقوموا بالتركيز فقط على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي هذا يسمح بان يكون هناك تفاعل اجتماعي على الارض ايضا واضح الانتشار موجود ونسبة المستخدمين هي من بين الاعلى في العالم هنا في المنطقة من حيث النمو سؤالي لك برأيك ما هي المرحلة المقبلة على ماذا يتم التركيز من قبل الحكومات هنا فيما يتعلق بمواقع التواصل فيما يتعلق بالحكومات هناك امران لابد من ان ننظر اليهما اولا كيف يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كادا فعالة من اجل التواصل بشكل افضل مع السكان وثانيا كيف يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من اجل التأكد من ان المبادرات مفهومة من قبل الناس وبالتالي من بين الامور التي تتطور هنا على صعيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو استخدام انواع مختلفة من التقنية والتكنولوجيا مثلا نعتمد على التغريدات نعتمد على انستغرام وهناك ايضا محتوى الفيديوهات الذي يتطور جدا واعتقد انه سيتطور اكثر في السنوات المقبلة الامر الثاني هو طريقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخليا وذلك من اجل تسقيف الموظفين وكي يكون الجميع يعرفون ما الذي يجب القيام به على وسائل التواصل الاجتماعي وما يجب الامتناع عنه اذا هنا نتحدث عن بنية تحتية اجتماعية مهمة بالنسبة الى السكان ومهمة على الصعيد الداخلي من اجل بناء اقادة مثقفين على هذا الصعيد في دولة الامارات سأشكرك المدير الاقليمي لشركة ملت ووتر ازوبير تيمول كنت معنا مباشرة من دبي وبهذا الموضوع انا ايضا ساختم هذه الفقرة من تغريدة الصباح وذكركم بعنوين صفحاتنا على فيسبوك وعلى تويتر للمزيد من التفاصيل واترككم مع سامي وداليا وبقية الصباح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة